في كلام كتير بنشوفه في السوشيال ميديا محتاج توضيح من خلال برنامج التريند أول حاجة يمكن صحيفة أو موقع الكيب الفرنسي النهاردة أتكلم على فكرة أن الفيفا هيضع قانون يسمح بلعب جولة واحدة من مباريات الدوريات المحلية خارج أرجاء الوطن يعني مثلا لو عندك مباراة في الدور المصر وعايز تلعبها في دولة أخرى ممكن تلعب هذا اللقاء ده من الممكن على الشاشة اللي اتكتب النهاردة في الكيب الفرنسي طيب الناس نسيت أن آخر كونجرس للاتحاد الدولي في شرق أسيا وتحديدا كان في ماليزيا وكان على جدول أعماله منقشة فكرة طرح قانونية إقامة مباريات للدوريات المحلية خارج أرجاء الوطن وبعد انتهاء أعمال الكونجرس يمكن الفيفا أصدر قرار بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني لفكرة إقامة مباريات محلية خارج البلاد في كل موسم إذن الخبر النهاردة اللي انتشر من خلال الكيب ويمكن السوشيال ميديا في مصر خدت الخبر وكأنه جديد ما هو يا جماعة في كونجرس الفيفا الأخير في جدول الأعمال اتكتب البند ده وبعد ما انتهى الكونجرس طلع القرارات بتشكيل لجنة فالموضوع مش مفاجئ ده واحد اتنين اللجنة لسه بتدرس ولسه ما خدتش قرار ولما تطلع قرار الفيفا هيعلم لكن فيه اتجاه ان يتنفذ الموضوع ده هيتنفذ انا بقول لكم الموضوع هيتنفذ هيتنفذ بنسبة 100% لان في الدوري الأسباني كانت فيه فكرة تتلاقي المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية وفيه دوريات إفريقية عايزة تاخد نفس الفكرة وتطبقها وفي الدوري المصري كانت فيه فكرة بتتطبق ان ماتش اهل وزمالك اللي هيتلاقي بيوم 25 ستة اللي جاي كان فيه اتجاه نتلاقي في السعودية لكن طبعا قانونية تنفيذ هذا الكلام ما حصلش ويمكن الاتحاد عندنا والربطة ما كانش عندهم فكرة عن ان الامور دي قانونية ولا مش قانونية وكانوا واخدين في الاجراءات ومشين في الاجراءات ومش عارفين اصلا ان الموضوع ده قانوني ولا مش قانوني ولكن دلوقتي الفيفا شكل لجنة لدراسة الموقف فانا بأكد لكم ان هي اتخذ قرار بيها لان الامر في النهاية امر تسويقي لان الاول كان الامر متعلق به لو لقدر الله في ظروف قهرة عندك في بلدك بتمنعك فانت ممكن تلعب الدوري بتاعك في مكان تاني ولكن دلوقتي الامر بقى متعلق بالامور التسويقية والتجارية فالفيفا طالما فيها امور تسويقية وتجارية والامر جاي من المنطقة العربية فالفيفا مش هيمانع هيوافق ويرحب ويدي تسهيلات كمان ده رقم واحد اشتركوا في القناة